أهلاً أهلاً ما هي الطلاقة في القراءة؟ الطلاقة هي أن نقرأ بسرعة يعني كم كلمة صحيحة نستطيع أن نقرأ في الدقيقة الواحدة من نص على المستوى اللغوي لمن يقرأ وهل نقرأ بدقة بطريقة صحيحة لا يوجد فيها خطأ وأيضاً هل نستطيع أن نقرأ بتعبير صوتي أو تلوين صوتي فإذاً هذا هو تعريف الطلاقة والطلاقة يقول البحث العلمي بأننا نحتاج إلى أن نساعد الطلابة على اكتسابها مع نهاية الصف الابتداء الثالث بدايات الابتداء الرابع فهذا الشيء نحتاج إلى أن نشتغل عليه كثيراً مما يعني أننا نبدأ بالأصوات أسماء الحروف، أصوات الحروف كيف يربطون أكثر من حرفين مع بعض كيف يكونون كلمة كيف يشتغلون على القراءة بشكل مستمر نقرأ لهم نحن كثيراً من كتب أدب الأطفال من نصوص ممتعة وهم يقرؤون أيضاً كثيراً لنا لأهلهم، لبعضهم فرص كثيرة يجب أن نتيحها للطلاب في هذه الصفوف الصغيرة كي يقرؤوا بشكل يومي يقرؤون 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 وهكذا يصلون إلى الطلاقة مع نهايات الابتداء الثالث ويقول لنا أيضاً البحث العلمي بأنهم مع الصف الابتداء الرابع يجب أن يكونوا قد بدأوا بقراءة كتب ذات فصول فكروا فيها